من ناحية أخرى بحث الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيت خلال لقائه وزير الخارجية القبرصي سبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى أعلى المستويات شهد اللقاء استعراض مجمل تطورات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة تطورة الأزمة في أوكرانيا وأكد أبو الغيت في هذا الإطار أهمية التوصل إلى حل ديبلوماسي يفضي إلى وقف لإطلاق النار وتسوية الأزمة وبما يسمح بتخفيف تداعياتها الخطيرة على الأمن الغذائي في المنطقة كما تناول أبو الغيت ووزير الخارجية القبرصي تطورات القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا بالإضافة إلى تطورات متعلقة باستغلال مصادر الطاقة في منطقة شرق المتوسط